تباينت الانباء في الايام الماضية بمدى تراجع الوضع الصحي لقائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر بعد اصابته بشلل وتشوه في وجهه نتيجة جلطة تعرض لها عقب اصابته بنزيف حاد في الدماغ نقل على اثره الى مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس بحسب ما نقلته صحيفة العربي الجديد تكتم الحكومة الفرنسية عن حالة حفتر الصحية الذي يرقد باحدى مستشفياتها فتح الباب على مصرعيه حول مصير المشروع الانقلابي المسمى بالكرامة وما هي البدائل لدى الدول الداعمة في حالة موت الرجل يبدو ان تراجع الوضع الصحي لحفتر وازدياده سوءا حث داعمه لاجراء امفاوضات واجتماعات لاختيار خلف له وهو ما اكدته اذاعة فرنسا الدولية حيث قالت ان غياب حفتر عن المشهد في ليبيا يثير قلقا شديدا لدى حاشيته والدول الاجنبية الداعمة له مصادر متطابقة تؤكد بان التنسيق بدأ فعليا بين القاهرة وابو ضبي وتشكيل لجنة لاختيار البديل بعضوية كل من مستشار الامن الوطني بدولة الامارات تحنون بن زايد ومدير المخابرات المصرية محمود الحجازي ووفقا لمصادر فان القاهرة وابو ضبي على خلاف بشأن تنصيب بديل لحفتر فابو ضبي تحاول الدفع بخالد حفتر لتولي منصب والده بينما تتمسق القاهرة بامير ما يعرف بغرفة عمليات الكرامة عبدالسلام الحاسي في حين تتوارد الانباء حول هذه الشخصيات تم استبعاد رئيس الاركان التابع للبرلمان المنحل عبدالرزاق النظوري والذي نجى من محاولة تفجير الاربعاء استهدفت موكبه لحظة مروره باحدى المناطق شرقي بن غازي عقيل الصالح والاخر وبحسب مصادر اعلامية تم استدعائه في الامارات ولم تعرف بعد اسباب الزيارة المفاجئة له احداث متسارعة وتخبط في المشهد البرقاوي والذي اصبح جليا للمشاهد مشروع اصبح بلا ارجل تقوده مؤسسات وهمية بنيت على شخص لم تحسب لمثل هذه الايام وتبقى السلطات الشرعية والتنفيذية رهينة الصمت ويظل المواطن في ترقب ما يحمله قادم الايام